موسيقى نشرة الأخبار الرئيسة من يو تي بي أبدوها بالعناوين تحركات في الكونجرس الأمريكي ضد القضاء الأعلى يثير الجدل خبراء القانون والسياسة يعلقون حق الرد مكفول وعلى العراق اللجوء إلى الدبلوماسية العراق يودع النصف الأول من العام وكاركوك بلا حكومة المحافظ يعز الأزمة إلى استمرار الخلافات وأعضاف المجلس يتحدثون عن نزاع المناصب دوائر رسمية في صلاح الدين تتعامل مع المراجعين بإهمال وروتين غير مبرر الفيالات تتراكم والتعقيد يشتد من التقاعد والبطاقة الوطنية إلى البلديات العراق يحتفل بعيد الصحافة الخامس والخمسين بعد المئة إحياء ذكرى تأسيس جريدة الزوراء وأعضاء مهنة المتاعب يتمسكون بالحقوق والحريات التفاصيل بعد قليل حراك داخل الكونجرس الأمريكي ضد مجلس القضاء الأعلى العراقي ورئيسه يثير التساؤلات والجدل عن نوع العلاقة بين بغداد وواشنطن فيما يقول قانونيون إن للعراق حق الاعتراض والرد تحركات في الكونجرس الأمريكي ضد القضاء العراقي زادت حدة التوتر بين بغداد وواشنطن بعد تصريحات الليناء بن أمريكي تجاه مجلس القضاء الأعلى العراقي ورئيسه موربا عن استعداده تصنيف المجلس ورئيسه على أنهما أصول تسيطر عليهما إيران وتحويل الملف نحو التشريع في الكونجرس الاتهامات ردت عليها الخارجية العراقية ببيان مؤكدة رفضها المساسة بشخص رئيس مجلس القضاء واصفة تلك التصريحات بالتدخل السافر بشان الداخلي العراقي وسيادة والنظام القضائي في العراق قانونيا يرى خبراء أن العراق يمكنه سلوك الطريق الدولماسي للاعتراض على المشروع أبرى المواثيق الأممية والاتفاقات الثنائية وخصوصا أن التصريحات تتقاطع مع ميثاق الأمم المتحدة طبعا هذه التصريحات أولا هي تخالف ميثاق الأمم المتحدة تخالف المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 18 من ميثاق الأمم المتحدة يحق للعراق أولا الاحتراض لدى الأمان العام للأمم المتحدة تقديم احتراضي للأمين العام للأمم المتحدة عن طريق ممثل العراق هنا ويرى خبراء القانون أن العقوبات في حال تمريرها فإن أثارها لن تتعدى حدود الولايات المتحدة فيما يستطيع العراق التعامل بالسياسة ذاتها عبر فرض قيود على القضاء الأمريكي عن طريق البرلمان اتتمتلك بغداد الوسائل كافة لإدانة واشنطن ومحاسبتها دوليا وأمميا على الحكومة العراقية أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة من خلال الدولوماسية العراقية ومن خلال الوزارة الخارجية العراقية وأيضا أن يكون الحكومة العراقية رد واضح وعنيف تجاه ما صدر من قبل النائب الأمريكي يمثل دولة ويتي هذا التوتر قبيل استلام السفيرة الأمريكية الجديدة تريسي جاكوبس مهمها في العراق إذ سبقتها عصفة من الاعتراض داخليا ما يعني تعمق التوتر بين الطرفين وخصوصا أن المشروع في حال تمريره قد يسبب عصلة دولية نتيجة استهداف السلطة القضائية التي تعد البوابة الرئيسية لتطبيق القوانين خبراء ومحللون سياسيون اعتبروا تدخل السياسي الأمريكي في شان العراقي أمر يشويه سمعة البلاد أمام دول العالم مشيرين إلى أهمية اعتماد الدبلوماسية لضمان عدم المساس بالعراقي ومؤسساته نحن كعراقيين بيننا ننتقد وبيننا نوجه انتقادات لكل الأطراف لكن التدخل الخارجي من قبل أمريكا أعتقد هذا يحاول تشويش وتشويه سمعة العراق أمام دول العالم على وزارة الخارجية أن تقوم بتقديم شكوى على النائب الذي قام بهذا التصريح ومن ثم نصنع رأينا عاما على المستوى العلامي وعلى المستوى السياسي تحدث به مايك في عضو الفونغرس الأمريكي وعضو البرلمان الأمريكي هو حقيقة خارج السياقات السياسية والدبلوماسية والمساس بالقضاء العراقي يعني المساس بالسلطة مهمة وحيوية وهي المساس بالعراق بصورة عامة من خلال الدبلوماسية من خلال مجلس الأمن وخلال المجتمع الدولي طرح قضية التدخل الأمريكي في القضاء العراقي ومن ثم فرض إرادة على القضاء العراقي من خلال القنوات الدبلوماسية الخارجية والداخلية الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تنجرف وراء هذا الأمر قد تكون مجرد آراء لأمور ضغط سياسي أو ما شابه ذلك لكن المضي في هذا الأمر قد يكون عواقبة وخيمة على المنطقة بكاملها وليس على العراق فقط لمناقشة هذا التدخل في الشأن العراقي معنا الآن مباشرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد عبدالله دكتور عبدالله أهلا بك في يو تي في أنت خبير في العلاقات الدولية بماذا نعنون هذا التدخل السياسي بالشأن العراقي الخاص جدا وهي القضاء الأعلى وبالتالي ما تعليقك على ما جرى بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لك أستاذ ناطق أنا مختص في الفكر السياسي الأمريكي بشكل عام وبالتأكيد لدي خبرة في إطار هذا الموضوع أنا أتوقع اليوم هذا الأمر فسر في إطار مرتكزين مرتكزين يتعلق بالحراك الانتخابي ما بين انتخابات الرئاسية وأيضا ما يتعلق بالتجديد النصفي في انتخابات الأمريكية على مستوى رئاسي وعلى مستوى أيضا الدورة الأخرى لمجلس النواب ومجلس الشيوك فيما بعد وبالتأكيد مثل هذا الأمر هناك ضغط من اللوبيات الموجودة خصوصا اللوبي الصحيوني الذي اليوم له دور كبير جدا في الكثير على مفاصل القرار في الولايات المتعدة الملكية لا سيما المواقف الرسمية الدائمة لما يحدث في قطاع غزة وهذا الأمر هو ليس بجديد حتى بعد تغيير النظام السياسي لعراق بعد 2003 لاحظنا الكثير من المواقف والتصريحات سواء كان النائب الأمريكي السابق جون ماكين والكثير من النواب الأمريكيين على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوك كانوا يتحدثون بلغة بعيدة عن لغات الدبلوماسية وبعيدة عن تشييد وبناء علاقات قوية ومتينة هذا الأمر أن نتوقع أن أكسل من أيضا في زيارة السيد رئيس مجلس الزراء السيد السلواني للأخيرة له واشنطن وكيف كان هناك ترحيب علينا أن نفصل ما بين ما يحدث في داخل الأمريكي من صراع سياسي وحزبي وما بين المؤسسات التنفيذية حتى لو سلمنا بأن هذا المشروع القرار كتب له النجاح على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوك لأن هذا الأمر يحتاج بأغلبية الثلاثين يمكن أن نتحدث عن فيتو رياسي يسقط هذا المشروع فبالتأكيد هناك من يريد أن يستغل هذا الأمر للحديث أو يشوه على طبيعة العلاقات الأمريكية العراقية في إطار هذا المنحة وبالتأكيد هناك نوع من التطرف لبعض أعظام مجلس النواب الأمريكي ومنهم نائب مايك ويلتز الذي تحدث في أكثر من مناسبة ليس في إطار الحديث عن مجلس القضاء والسلطة القضاء ورئيس السيد فاغ زيدان وإنما أيضا يحيل إلى مذكرة إلقاء القبض بموافقة السيد فاغ زيدان عندما تحدث عن إلقاء القبض على الرئيس الأمريكي الأسباق ترامب بفعل حادثة المطار واستشهاد القادة الشهداء وأيضا ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية لأن هناك فصل ما بين المحكمة الاتحادية وأيضا مجلس القضاء الأعلى لكن هناك خلط أيضا في عملية التصريحات وفي عملية الاتهامات التي تعد في إطار سياقه السياسي تدخلا سافرا في الشيء الداخلي العراقي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هل يمكنها إصدار عقوبات ضد القضاء الأعلى العراقي ورئيسه داخل الكونجرس الأمريكي يعني هذا الأمر نتوقع ما زال سابق لأوانه بالتأكيد هناك نوع من الحقوبات تصدرها دائما الخزانة الأمريكية لكن هذا الأمر نتوقع هو كورقة ضغط قد تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية واستخدمتها في كثير من المناسبات تجاه بعض الشخصيات اليوم هناك تعديل على هذا المشروع وهذا المشروع الذي هو ليس بجديد هنا نتحدث عن تسمية لأسماء والكيانات من أجل أن يكون هناك اتخاذ لتشريع مثل هذا القانون وبالتأكيد أن نتوقع أن هناك مواقف واضعة من الحكومة العراقية وحتى على مستوى وزاعة الخارجية العراقية رح نتحدث دكتور عبد الله لا إذن من كلامك فهمت أنه يمكن لولايات المتحدة أصدار عقوبات داخل الكونغرس الأمريكي إذن في حال جرى تشريع قانون داخل الكونغرس الأمريكي ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى هنا ما تداعيات هذا القانون المشرع في الكونغرس مثل هذا التشريع كيف سيكون تداعياته أنا باعتقادي من الصعوبة جدا أن نتحدث عن فترة صراع سياسي وحزبي بين الجمهورين والديمقراطيين على سدة البيت الأبيض رئاسة البيت الأبيض ما بين ترامب وبين بايدن يتحدثون عن مثل هذا الأمر أن نتوقع هذا إحراج للسلطات التنفيذية والبيت الأبيض والرئيس الأمريكي بايدن وهناك أيضا هذا الأمر أن نتوقع من الصعوبة جدا وحتى لو كان هناك حديث لأن عملية اللواحة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تصدر تصدر ليس بشكل سهل هناك لجانتة تتشكل وهناك قراءة أولى وقراءة ثانية ومن ثم تحدث لجنة على مستوى مجلس النواب وبعد ذلك يرحل إلى مجلس شيوخ نفس الآليات التي يتبعها مجلس نواب وبعد ذلك يتم الحديث عن لجنة متكاملة أو انعقاد جلسة متكاملة لمجلس نواب مجلس شيوخ للكونغرس الأمريكي وبعد ذلك يصدر قرار بأغلبية السلسين من الصعوبة جدا أن نتحدث بصدور مثل هذه القرارات أو القوانين أو التشريعات وحتى لو نفترض أن هناك من يسعى لتصدر مثل هذا الأمر فأنه سوف يصدر بفيتو من قبل السلطة التنفيذية لأن هذا الأمر قد يؤثر بشكل كبير جدا على بناء علاقات مستدامة وعلاقات شراكل دائما للولايات المتحدة الأمريكية السفراء الأمريكان ووزير الخارجية الكثير من قادة الرأي في الولايات اللي يتحدثون عن الشراكة وعن الاستراتيجية وطبيعة العلاقات اللي يمكن من خلالها أن ينعبها العراق في ضوء المصالح الأمريكية اليوم الموجودة في منطقة شرق الأمريكي نبتعد عن حال تشريع في الكونغرس الأمريكي ضد المجلس القضاء العراقي لكن خلينا في سياق تصريح مايك وولز الذي أدانا فيه بمسألة القضاء العراقي هنا الحكومة العراقية كيف يمكن أن ترد قانونا وديبلوماسيا كيف يمكنها الرد أول شيء في الجانب الدبلوماسي أعتقد الدبلوماسية هي المسار الحقيقي والواضح في التعاطي والتعامل مثل هذا المسار لأن هذا المسار يتعلق بالتدخل بسيات الدولة ويضرب ميثقة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية طالما أصدرت كثير من القرارات في دعم العراق والتجربة الديمقراطية العراقية وهي اليوم تتحدث بنفسها وتتدخل بنفسها في مؤسسات هي مستقلة كلنا نتحدث عن دستور العراق قدام لعام 2005 المادة 49 الفصل بين السلطات وهذا الفصل هو فصل أساسي ومجدا لكن ليس هناك حديث عن فصل تام بقدر ما نتحدث عن تعاون عامود كيان الدولة أنا باعتقادي هو بالسلطة القضائية ولاحظنا أن هناك اليوم مواقف واضحة للسلطة القضائية في الكثير من المسارات واكبة المشهد والعملية السياسية بدون أن يكون هناك من يحاول أن يستهدف السلطة القضائية السلطة القضائية هي صمام أمان النظام السياسي والعملية السياسية والتأكيد أن أتوقع المسار الدبلوماسي هو المسار الذي سوف يتخذ حكومة السلطة السلطة القضائية من ناحية وأيضا من ناحية الحديث عن الأمم المتحدة أو حتى فيما يتعلق بطبيعة العلاقات المستقبلية المستدامة بين بغدال وباشنطن سوف تتأثر في طبيعة هذا الأمر وسوف تبحث في إطار كثير من القضايا ليس فقط في القضايا القضائية أو السياسية وإنما حتى في القضايا الاقتصادية والاستثمارية طيب البرلمان العراقي هل يستطيع أن يتحرك بالمثل يعني ضد الأشخاص الذين يتدخلون بالشؤون العراقية خصوصا الذين يقودون تحركا داخل الكونغرس الأمريكي هنا دور البرلمان العراقي هل يستطيع ذلك؟ يعني بالتأكيد البرلمان العراقي يحتاج إلى انسجام كثير يحتاج إلى تناسق في إطار الرؤى والأفكار ما زلنا اليوم يعاني مجلس النواب العراقي من هذا الأمر على الرغم أن رئيس مجلس النواب النيابة سيد مندلاوي تحدث ببيان عن هذا الأمر وتحدث بأن يكون هناك إجراءات واضحة لأن هذا الأمر هو طعن بمؤسسة حقيقية واقعية واكبة المشهد والعملية السياسية وكانت على مستوى من الاستقلالية لكن عملية الحديث عن التدخل السافر في الشين الداخل العراقي وضرب السياسة العراقية هذا الأمر غير مقبول وأعتقد بأن الحراك سوف يكون تشريعيا وتنفيذيا بنفس المسال لحماية هذه السلطة التي يمكن من خلالها أن تعد هي العامود الفقري للتجربة الديمقراطية العراقية وصون هذه التجربة هي تحتاج إلى تكامل وإلى تكافؤ وإلى أيضا تعاضل ما بين مجلس النواب العراقي أعضاء مجلس النواب العراقي لا أن نتحدث بأن مثل هذه الأمور تمر مرور الكرام يجب أن تكون هناك خطوات واضحة بخصوص هذه الأمور ولا نتحدث عن سياسة الفعل ورد الفعل بقدر ما نريد أن نتحدث عن السيستم النظام الذي يحكم عمل مجلس النواب العراقي بهذا الخصوص تجاه مثل هذه القضايا أو القضايا الأخرى ماذا عن العلاقة بين بغداد وواشنطن؟ هل تشهد تحولات كبيرة؟ ما هدت لعضاء بالكونغرس فتح ملف رئيس القضاء العراقي؟ أنا أتوقع أن هذا الأمر له تداعيات كثيرة هذه التداعيات التي نتحدث عنها حرب غزة الموقف العراقي المقاومة العراقية مجلس النواب العراقي تشكيل اللجنة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قانون التطبيع مسألة صدور مذكرة القبض بخصوص الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب الذي هو مرشع للرئاسة لهذه الفترة ومسألة الحديث عن انتهام المحكمة الاتحادية بأنها صدرت في شباط 2022 قرار لم يعطي للأطراف في تشكيل الحكومة هذا الأمر الذي نتوقع هو يدخل في إطار الداخل العراقي والتدخلات السياسية العراقية وبالتأكيد أن نتوقع مثل هذا الأمر سوف يؤثر في بنية طبيعة العلاقات الأمريكية بين أمريكا وبين العراق بشكل عام بين بغداد وبين واشنطن وأن نتوقع هذه العلاقات تحتاج مزيدا من الهدوء ومن الاسترخاء لكن مثل هذه التصريحات ومثل هذه التصريحات المتطرفة لبعض النواب أنا أتوقع سوف يؤثر بشكل أو بآخر على مستوى طبيعة العلاقات بين بغداد وواشنطن خصوصا عندما نتحدث عن تفاوض لخروج القوات ما يسمى بالتحالف الدول من العراق أو خروج القوات الأمريكية من العراق فمثل هذه المسارات صحية مسارات عسكرية ولكن أيضا المسارات السياسية سوف تؤثر على المسارات العسكرية وفق هذا المعنى دكتور عبد الله سؤال أخير ما علاقة كل هذا التوتر باقتراب موعد تسلم مهام السفيرة الأمريكية الجديدة في العراق يعني السفيرة الأمريكية لا تختلف عن مثل هذه التصريحات في لجنة الموافقة على تعيينها في مجلس الشيوك تحدثت أيضا بأمور أن تتوقع خارج إطار الجانب الدبلوماسي واتهمت العراق باتهامات أن تتوقع غير صحيحة أو لا تنتلم الكثير من المصداقية لا نتوقع أن تكون هناك خطوط مفتوحة أو طرق معبدة لهذه السفيرة الأمريكية عندما تتحدث أمام الكونغرس الأمريكي أمام لجنة العلاقات الخارجية من أجل المصادقة على تعيينها كسفيرة بقوالب وبقواعد خارج إطار القانون الدولي فلذلك نتوقع هذا الأمر ينسجم مع قد يكون مع الخط الموجود اليوم في داخل بنية القرار الأمريكي لا سيما فيما يتعلق بالحالة الأزمة التي تشهدها المنطقة مسألة اليوم المضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصيوني ما يتعلق بإقطاع غزة والحرب المدمرة من قبل الكيان الصيوني والمواقف أيضا التي رافقت على مستوى قمة الرياض أو تشكيل الهجنة الرباعية أو الحديث عن تصفير القضية الفلسطينية أو قضايا التطبيق أنا أتوقع الموقف العراقي من القضية الفلسطينية هو الذي يشكل نقطة جوهرية في التعاطي والتعامل على طبيعة العلاقات وما نعكسها من تصريحات أمريكية سواء كانت رسمية أو حتى غير رسمية لدوانا قرار الأمريكي أستاذ العلاقات الدولية ويمكننا اليوم أيضا نقول أنت أيضا خبير في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور خالد عبدالله شكرا لهذه المعلومات قال محافظ كاركوكرا كان الجبوري أن مجلس المحافظة لم يتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة المحلية حتى الآن لعدم حسب الخلافات بين الأطراف السياسية أكون لقاءة تحصل جانبية بسيطة وأكون لقاءة تحصل مع سيد رئيس الوزراء يختلفون في مكتب رئيس الوزراء وبعد ذلك ما يلتقون لحل المشكلة التي يختلفون عليها نحن الآن عندما نصبح نبقى موحدين سننجح وإذا تشكتنا سنضيع الأمانة التي علقتموها أنتم في أعناق أعضاء في مجلس محافظة كاركوك قالوا إن تشكيل الحكومة المحلية مرهون بالتوافق بين جميع القوى مشيرين إلى وجود معاوقات أبرزها التنافس على المناصب كانت الحملة الانتخابية السابقة لمجلس المحافظات مطالبة من الجماهير لكل مكون سواء كان عربي أو كردي أو تركماني بإدارة محافظة كاركوك وهذا حق شرعي لجميع أبناء كاركوك لكن نتائج الانتخابات كما بيّنت لا أغلبية لأي مكون لذلك لا وجود أو اتفاق لعقد جلسة دون مرضات جميع الأطراف في كاركوك هناك معاوقات هناك نزاع على المنصب هو الذي أخر كل هذه الإشكالات الموجودة وهذه العقد الجلسة لا تأتي إلا بالتوافق ولا تأتي إلا بالحوار ولا تأتي إلا بالتفاهم مع الأخوة الباقين القوى الأخرى مجلس كاركوك يجب أن يلتئم ويجب أن تنعق الجلسة للذهاب إلى تشكيل الحكومة من شأننا أن نفكر كيفية أو إيجاد حالة تنظيمية للمكونة العربي والتي تتحقق من وجهة نظرنا بإيجاد مرجعية سياسية أو كيان يمثل كل المكونة العربي مجتمعا كشفت وزارة التخطيط عن إحصائية حوادث المرور في العراق وضحاياها خلال العام الماضي المتحدث باسم الوزارة عبدالزهر الهنداوي ذكر في بيان أن أكثر من 11500 حادث مروري أدت إلى وفاة أكثر من 3019 شخصا وإصابة ما يزيد على 12000 في عموم المحافظات عدى إقليم كردوشتان موضحا أن 79% من أسباب الحوادث يعود إلى السائق والنسبة المتبقية إلى السيارات والمشات والركاب أخبارنا مستمرة وفيها بعد قليل العراق يحتفل بعيد الصحافة الخامس والخمسين بعد المئة أكثر من قرن ونصف قرن من الصحافة تاريخه احتفل به العراق اليوم وهو يستذكر تأسيس أولى الجرائد حين كان الورق وسيلة الإعلام الأولى عبر العالم وفي عالم يودع الورق ويتقبل الذكاء الاصطناعي يوما بعد آخر ما يزال الصحفيون العراقيون يكافحون في سبيل الحقوق والحريات سواء في الحصول على المعلومة أو التعبير عن الرأي 155 عاما مضت على أول كلمة حرة تسجلها الصحافة العراقية بإصدار جريدة الزوراء لتكون عيدا لمهنة البحث عن الحقيقة والمتاعب هي الذكرى الخامسة والخمسون بعد المئة لتأسيس أول صحيفة عراقية صحيفة الزوراء التي صدرت عام 1869 لتكون تاريخا يمثل عيدا للصحافة العراقية بحضور رئيس الوزراء محمد شيع السوداني وعدد من المسؤولين احتفلت نقابة الصحفيين بعيد الصحافة العراقية فيما أشاد السوداني بدور الصحافة وحضورها الفاعل في جميع مراحل الحياة السياسية والتاريخية المهمة ومساهمتها كسلطة رابعة في بث الوعي الوطني في الأوقات العصيبة التي مرت بها البلاد اليوم الثالث للمهرجان الاحتفال بالعيد الوطني للصحافة قد اختتم بحضور دولة رئيس الوزراء وحضور سيد رئيس مجلس النواب وعبد من الشخصيات السياسية والعربية لا يسعنا إلا نحيي أيضا قناة يو تيفي ونقول الأسرة الصحفية العاملين في هذه القناة الفتية والتي أثبتت جدارتها في الأون الأخير بأنها القناة منافسة بين القناوات العراقية كل عام وأنتم بألف خير أكثر من 200 شخصية عربية وأجنبية حضرت في احتفال العيد الوطني للصحافة مناسبة تجمع الصحفيين العراقيين للاحتفاء بهم وتكريم جهودهم كما تؤكد أن دور الصحافة الأهم هو نقل الأوضاع والأحداث السياسية في العراق والمنطقة طبعا العراق ساحة كبيرة لتغطية الأحداث الساخنة كون أنه منطقة شرق أوسطية متكاثرة بكل ما يجري بالخارج ينم بداخلها أيضا هناك تغطيات ميدانية اقتصادية علمية صحية وكبناها جميعا العمل كلنا نعرف أن عمل المراسل قد يكون نوعا ما صعب لكن بالمساعدة التي يمدها إلينا المساعدة الحكومية طبعا بغطاء حكومي بغطاء أمني يمكن أن تخطى الصعاب التي تواجهنا وفي عيد الصحافة العراقية يجدد العاملون بالوسط الإعلامي مطالباتهم بتشريع قوانين تضمن الحقوق وتنصف هذه الشريحة المهمة وتعطي حرية في العمل الصحفي لنقل الأحداث كما هي عيد الصحافة العراقية فرصة لاستذكار الكلمة الحرة وتأكيد على أهمية حرية التعبير باعتبارها الركيزة الأساسية للعمل الإعلامي من بغداد أحمد مؤيد يو تي في ديبلوماسيون وأعلاميون قالوا أن الصحافة العراقية محل اعتزاز وتقدير لما تقوم به من نقل للمعلومة مشيرين إلى أنها قدمت كثيرا من الشهداء لأجل المهنة النبيلة وأحيي كذلك الصحفيين العراقيين وكنت أطلع قبل أن أتي إلى العراق مختلف القنوات العراقية والصحافة العراقية ورأيت فيها التنوع والدفاع عن الشعب العراقي وعن الشعور العربي بشكل عام أشك يعني أن الصحافة العراقية محل اعتزاز وتقدير اللي ما تقوم به واللي ما تساهم به في أيضا نقل للمعلومة وأيضا ساهمة خاصة بالفترات اللي فاتت يعني الحقيقة أن الصحافة العراقية قدمت شهداء كثر ومن بينهم شهداء الحجر الشعبي والشهداء الآخرين في سبيل أن ترتق الكلمة ويكون هناك صحفي الذي هو يحمل صفة مهنة المتاعب سباق في نقل الأحداث عشرة أيام مضت على اعتصام متظاهري ذيقار أمام محطة كهرباء الناصرية الحرارية وسط إصرار المعتصمين على البقاء في خيامهم حتى تحقيق مطالبهم على أرض الواقع منذ عشرة أيام والمعتصمون أمام محطة كهرباء الناصرية مستمرون باعتصامهم حتى تحقيق المطالب على أرض الواقع اليوم العاشر على التوالي محتصمون أبناء محافظة ذيقار لن ننسحب ولن نتعب ولن نهيد إلا إلى حين تنفيذ المطالب مطالب نطاقة كهربائية حق مشروع وطني حق ديني وطني حق دستوري وطني للشعب العراقي خيام الاعتصام ذخيرتها شباب يراهن على المطاولة في الاعتصام لتحقيق مطالب عامة لا تقبل التأجيل والتسويف حتى الشروع ببناء محطة كهربائية خاصة بذيقار إحنا مطلبنا الوحيد لا نريد وعيد ولا نريد هاي مال كتاب على الواتساب والله مقى علي وزير فلان مقى علي وزير فلان إحنا ما ننسحب من المظاهرات اليوم عاشر ونبقى عشرين وخمسة وعشرين لحين نشوف الطاقة تجي هنانا تنصب ما نتوديلي محاولات تتوديلي تيولي هاي رافضينها رفضا عاما اليوم نصبنا خمس سوادر بات ننصب عشرة مستمرين عليها ما ننسحب تسخر خيم الاعتصام بكل ما يديم زخمها من طعام وشراب وتأتي بسخاء كبير من الداعمين لهذا الحراك الشعبي كواجب كمتظاهرين نطبخ طبخ ثلاث واجبات العفو باليوم غدا وعشة وريوك ومستمرين والحمد لله والشكر اليوم الوجبة مالتنا واجبة فطح ان شاء الله والخير موجود ومستمرين وعلى عناد الحكومة الحين تحقيق المطالب ما حد داعمنا أخويا من عدنا من بياناتنا والله من بياناتنا كلها بياناتنا والخيرين ما تقصر والشيوخ ما تقصر من أمام خيم اعتصام الكهرباء في الناصرية أحمد السعيدي يو تي في الروتين أسلوب عدارية سنزف جهد المواطن ووقته ويضع حلقات مفرغة وعراقيلة متعددة أمامه ويراكم هدر المواد والموارد كل هذا إلى جانب مزاجيات الموظفين الذين يتحكمون في دوائر مهمة في صلاح الدين منذ ساعات الصباح الأولى يقف المراجعون هنا لإنجاز معاملاتهم لا تزال بعض دوائر صلاح الدين تتعامل معهم بانتقائية وبيرقراطية فالروتين المتبع أرهق المواطنين المتبسمرين على شبابكها أوقات طويلة في حر الصيف اللاهب تعددوا الحلقات الزائدة بإنجاز معاملات المواطنين في المؤسسات الحكومية في صلاح الدين وفرض شروط تعجزية لإتمامها رغم التوجيهات الحكومية بتبسيط الإجراءات أفقد المواطن الثقة بتلك المؤسسات حقيقة موضوع البيرقراطية في عمل الدوائر في محافظة صلاح الدين هناك نسب منتفاوت للبيرقراطية في عمل الدوائر هناك بعض الدوائر التي تسير بشكل صحيح عمل المواطنين والمراجعين ولكن أيضا في نفس الوقت هناك دوائر أخرى هي تعتبر قمة في العمل الروتيني اليومي دوائر التقاعد والبطاقة الوطنية فضل عن بلديات المحافظة لاستحصال الأراضي السكنية من أكثر المؤسسات تعقيدا يتطلع المواطنون إلى إيجاد حلول تخفف عنهم هذه الإجراءات من صلاح الدين محمد قادر رفعت قوة أمنية متخصصة ستة عبوات ناسفة بعد اكتشافها داخل جامع النوري أمس من دون أن تلحق أضرارا ببنية الجامع قيد الإعمار تفاصيل أكثر في تقرير محمد سالم ستة عبوات ناسفة بأحجام مختلفة عثرت عليها فرق اليونسكو أسفل محراب الجامع النوري في الجانب الأيمن من الموصل خلال عمليات إعادة الإعمار ما دفعها إلى تعليق العمل في الموقع وسحب كوادرها وتسليمه إلى القوات الأمنية للتعامل مع المخلفات الحربية فرق المعالجة بدأت فور وصولها بالتعامل مع المخلفات الحربية وتمكنت من إبطالها في فترة وجيزة ثم رفعها ونقلها إلى موقع خاص للتعامل معها بعيدا عن المدينة والسكان ستة عبوات ناسفة وهي من مخلفات الداعش تم رفع جميع العبوات بشكل جيد والحمد لله لم تكن هناك أي ضرر لا بد أن تكون هناك مخلفات لهذه المعارك طبعا كانت العدد العبوات الناسفة في المحافظة نينوى لا تعد ولا تحصى وبالتالي ربما نلاحظ بعض هكذا حالات في المستقبل وتعد المخلفات الحربية أحد أبرز أسباب تغخر الإعمار والبناء في الموصل وخاصة في المناطق القديمة إذ تقبع تحت أنقاضها كميات غير معلومة من مخلفات ما يزال البحث عنها وإبطالها مستمرا حتى الآن جهد الهندسي في قيادة العمليات متابع هذا الموضوع موضوع المخلفات الحربية وأعتقد أنه ماشيين بمجال الإعمار وإن شاء الله يؤثر على موضوع الإعمار وهذه المخلفات كلها تحت السيطرة بين فترة وأخرى تستفيق الموصل على خبر بوجود مخلفات أو عبوات أو قذائف غير منفلقة في أحد مناطقها إذ تظهر عادة في مواقع تشهد عمليات إعمار ما يعني أن المناطق التي لم يشملها الإعمار مليئة هي الأخرى بمتفجرات قد يستغرق التخلص منها سنوات عدة من الموصل محمد سالم يو تي في أصدرت هيئة الاستثمار أولى إجازة استثمارية للطاقة الشمسية في العراق لشركة توتال فرنسية وأوضحت الهيئة أن الإجازة أصدرت لخطوط الربط والمحطات الثانوية للشركة الوقع قرب حقول أرطاوي النفطية بسعة ألف ميجاوات وبينت أن مدة الاستثمار تبلغ خمسة وعشرين عاماً بمدة تنفيذ تصل إلى ثلاث سنوات وعلى مراحل وبمبلغ ثمانمائة وعشرين مليون دولار لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر السكايب من برلين الباحث والخبير في مجال الطاقة الدكتور دوريد عبدالله دكتور عبدالله أهلا بك السؤال هو المهمية توجه العراق كدولة نحو الطاقة الشمسية واختيار شركة توتال الفرنسية تحديداً تحياتي لجميع العراق يحتاج الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بشكل سريع كون أن الطاقات الحالية من الوقود لا تسد حاجته بالتالي هذه المشاريع سوف تقلل الفرق بين الحاجة وبين الاستهلال الآن العراق خلال فترة الأربع سنوات الأخيرة قرر باستثمار حوالي 12 جيجا واط من الطاقة الشمسية منها 60% استثمار خاص بمعنى أنه بشركات خاصة وقد بدأت فعلاً هذه منذ أكثر من ثلاث سنوات والآن نجدها في توتال قبلها كذلك باور شاينة نرى أن باور شاينة الصينية لحد الآن استأثرت على 2 جيجا ليست 1 جيجا وبقية الشركات مثلاً مصدر الإماراتية من أبوظبي أيضاً أخذت حوالي 1 جيجا العراق فعلاً في طريقه إلى الاستثمار وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل تدريجي إذن الطاقة المتجددة هل سينجح العراق باستثمارها في العراق لأنه فشل في مسألة الطاقة الكهربائية مع شركات كبرى لكن هل سينجح الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية بهذا المجال؟ السيد على عكس الأوروبا وأمريكا الشرق الأوسط هو مركز للنفط والوقود الأحفوري فبالتالي اعتماد هذه الدول بشكل عام على الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة سيكون قليلاً وهو يصل إلى حوالي 5 إلى 5.3% بينما مثلاً ألمانيا نحن هنا في ألمانيا نعتمد على الطاقة الشمسية بنسبة 55% من استهلاكنا بالطاقة وهذا يجعل العراق من ضمن هذه الدول دول الشرق الأوسطية الغير مهتمة بشكل حقيقي بالطاقة الشمسية لكن خلال العشر سنوات الأخيرة بدأ الاهتمام حقيقة بهذه الدول في الطاقة الشمسية العراق ضمن الأربع دول الخالية لحد الآن من محطات طاقة شمسية كبرى من العراق وعمان وأعتقد البحرين ودولة أخرى هذه الدول الآن تتسابق للبدء وإضافة نسب معينة من الطاقة الشمسية إذن هناك عوامل جذب للمستفرين في العراق للمجيء إلى البلاد هل هناك ما يشجعهم بجذبهم المستفرين إلى العراق حقيقة الطاقة الشمسية مثلها مثل أي مشروع أيضاً طحيح مكلف لكنه من جانب ثاني هو مربح للكون أن الطاقة الشمسية هي طاقة مستمرة والعراق لديه شدة إشعاع شمسي كبيرة مثل أي بلد في الشرق الأوسط العراق مثلاً مقارنة بألمانيا لديه شدة إشعاع شمسي حوالي ضعفين ونص إلى ثلاثة أضعاف وبالتالي تلاحظ أن إنتاجك للكهرباء من الطاقة الشمسية يعني من الطاقة الشمسية سيكون عالي جداً وهذا ما ينتظر المستثمرين هذا يعني هذا إحنا لسنا الآن العراق بدأ فيها بشكل حقيقي منذ 2019 لكنه تأكدت بال2021 واستمرت إلى الآن مثلاً Total Energy وقعت العقد مع الدولة العراقية الحكومة العراقية عام 2021 وقبل حوالي شهرين وقعت عقد الإيجار للأرض والتفاصيل الثانية وبالتالي الآن سيبدأ دكتور عبد الله هذا الاستثمار مقدر بأكثر من 800 مليون دولار هل هذا المبلغ مناسب لتوليد ألف ميجاواط من الكهرباء؟ هي هذه المشكلة في الطاقة الشمسية هي أنه التكاليف عالية بالإضافة إلى أنه الناتج أو الإنتاج من الكهرباء ليس عالياً يعني لي أكون صريعاً معك الواحد جيجا الذي سيتم إنتاجه بعد ثلاث سنوات هو ليس واحد جيجا حقيقي هو حقيقة لن يصل إلى 300 ميجا بحد الأقصى في الصيف مثل هذا اليوم بعد ثلاث سنوات يعني هذه هي طبيعة الألواح الشمسية نحن نتحدث عن هذا بمعنى أنه استثمارت هذه الأموال لإنتاج حوالي 300 ميجاواط من الممكن أن تربطها لإسناد الشبكة الوطنية ليس أكثر الواحد هي الطاقة التصميمية للمحطة أما الطاقة الحقيقية التي سيتم توليدها كمعدل هي لا تزيد عن 300 طيب بالنسبة بالمعايير الدولية رح نقيسها واته في ألمانيا هل سعة ألف ميجاواط هي نسبة جيدة؟ طبعاً هذه محطة عظيمة وأعتقد أن هذه المحطة مثل ما قلنا هي الخطوة الأولى من خطوة الألف ميجاواط يعني العراق يحتاج خطوات أكثر باتجاه بناء هكذا محطات ومثل ما قلت يعني اليوم إحنا عدنا أربعة ونص قيقة تم الاتفاق عليها وسيتم بناءها بالتباهي هذه المحطات أكثر من عشر محطات وليكن محطة كربلا محطة المثنى وغيرها هذه المحطات تم الاتفاق عليها وبدأ البناء فيها الآن نود أن نصل إلى حد سنة 2026 إلى الاتفاق على بناء حوالي 6.5 إلى 7 جيجاواط وهذا ما أتنأل من وزارة الكهرباء العراقية أن تصل إلى هذا الحد على قل لتسد النقص الواضح في إنتاج الطاقة الكهربائية في البلد نعم إذن من ألمانيا الباحث والخبير في مجال الطاقة دكتور دوريد عبد الله كنت معنا عبر تطبيق سكايب شكرا لهذه الإضاحات إنه الوحيد في كاركوك محل لصناعة الدفوف والربابة ولا يزال صامدا بوجه صناعات الحديثة يستعمل جلد الماعز العراقي والباكستاني وكذلك جلد البعير والغزال لصناعة دف أو ربابة تمنح السامعين موسيقى مميزة التفاصيل في تقرير عمار حمد بين هذه الأزقة الضيقة المعروفة باسم جود قهوة ويتواجد المحل الوحيد لصناعة الدفوف والطبول وسط أقدم أحياء كاركوك تستخدم في هذه الصناعة ثلاثة أنواع من الجلود وهي جلد الماعز العراقي والباكستاني وجلود الإبلي والغزلان ففي صناعة الدفوف يستخدم جلد الماعز لكونه لا يحتوي على الدهون مقارنتا بجلود الأغنام أما الطبول فتصنع من جلود الإبلي لكونها أسمك من جلد الماعز بديت من 1993 سنة 1993 قبل شند نجارة محل نجارة بعدين حولت أعد دفوف من 1993 لحد الآن هسا جاء يشتغل بالدفوف دفوف عندنا أنواع الجلود عندنا نسحبين ومن نسبة لطبلات عمينا عندنا طبلات عمينا بس جلد البعير نستعملها لطبلات نسمي خليلية بالعربي وحسب الرغبات يأخذونها من عندي يصنع القلب الخشبي وتثبت داخله حلقات معدنية لتأتي بعدها مرحلة تنظيف الجلد من البقايا وينقع في الماء ليصبح طريا وبعدها يثبت على الإطار ثم يسحب ويثبت بواسطة مكبس من الأطراف ويترك أمام أشعة الشمس لكي يشتد الجلد ويصبح جاهزا للاستعمال بالبداية عندنا هذا الإطار مذلا هذا الإطار نستعملها أول مرة ندقل حلقات مالتين بالبداية نظف الداخلية مالتين مكان الإيد يطلع مننا مكان الإيد ماته يطلع ورما شسمه يجي الجلد نسحب الجلد مالتها همينا فوقها بالنسبة لي صنعت الربابة السحب مالتها الإطار ماته همينا نفسه خشب يصير ولكن الشسم الطرفين يصير به جلد وبعدين الخيوط مالتها الخيوط مال فرس لا تقتصر الصناعة في هذا المحل على الدفوف والطبول فحسب بل تصنع آلة العصف الريفية المعروفة بالربابات أيضا باستخدام جلود الماعز والغزلاني وشعر ذي للفرس في نهاية النشرة طيب الله وأوقاتكم بكل الخير اشتركوا في القناة